أمر حدث منذ عشرات السنين ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تذكرنا به تذكرنا بهذا الجميل والمعروف الذي حدث من الجزائريين تجاه الأمريكان في عام 1979 كان هناك هجوم قوي على السفارة الأمريكية في طهران وتم احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين في إيران لمدة 444 يوم تدخلت حينها سلطات الجزائرية وحاولت النهاية تكون وسيط وفاعل قوي في إنهاء هذه الأزمة وبالفعل تم الإفراج عن رهائن الأمريكيين بعد تدخل جزائري قوي الجزائريين قدموا يد العون للأمريكيين وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنسى هذا الجميل للجزائر وعبر عن هذا الأمر السفير الأمريكي الأسبق في الجزائر على صفحته الشخصية ونشر فيديو وتحدث فيها عن المعاملة الحسنة وعن إنه لا يمكن مطلقا أن ينسى هذا الجميل وهذا المعروف من قبل الجزائر حكومة وشعبا دعونا نشاهد هذه الصورة التي لدينا الولايات المتحدة تشكر الجزائر مجددا على جميل لا ينسى دعونا أيضا نشاهد الصورة التالية التي لدينا التي سنشاهد معها تدوينة لوزير الخارجية الجزائري في التويت تلك سنشاهد بأن صبري بقدوم يتحدث عن هذه الذكرى ويقول أربعون سنة تمر على إبرام اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق صراح 52 دبلوماسي أمريكي كانوا محتجزين في طهران كان ذلك سمرت وساطة شاقة قامت بها بلادنا وأشرف عليها المرحوم والشهيد بإذن الله محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وطاقم دبلوماسي من خيرة أبناء الجزائر